افتتح سمو الشيخ أحمد بن محمد براشد المكتوم النائب الثاني لحاكم دبي مركز صون للرعاية والتأهيل التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي والهدفة إلى توفير بيئة آمنة وشاملة للتأهيل الأحداث الجانحين واستمع سموه خلال الافتتاح بحضور معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث إلى شرح حول دور المركز في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية فيما يخص التدابير القضائية والإدارية للأحداث لا سيما نيابة الأسرة والأحداث والقيادة العامة لشرطة دبي ومحاكم دبي وتفقد سموه شيخ أحمد بن محمد براشد المكتوم الأقسام المختلفة التي يضمها المركز وما يتم تقدمه من خلالها من خدماته كما شهد سموه بحضور معالي حصة بنت عيسى بحميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي توقيع الهيئة اتفاقية تعاون مع جهات حكومية بهدف بمان تفعيل وتأسيس نظام فعال ومستدم بأفضل العمليات والإجراءات على مستوى الخدمة وتستقبل مرافق المركز مختلف الفئات من الأحداث الجانحين والموقوفين على ذمة القضايا والمعرضين للجنوح بناء على أوامر قضائية أو نيابية أو شرطية حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمركز 48 حدثا مقسمين بين الفتيان والفتيات